السلام عليكم هيا نتعلم اللغة العربية باستخدام قصة قصيرة باللغة العربية الفصحى هيا بنا هذا رجل الرجل عائد إلى المنزل هو عائد إلى منزله سيراً على الأقدام الرجل في طريقه إلى المنزل وبينما كان في طريقه إلى المنزل رأى بائع متجول هذا البائع يبيع السمك يبيع السمك المشوي توجد ثلاث سمكات على المشواه هذه هي المشواه ومظلة أو شمسية فوق المشواه كي تحميها من المطر وهذا هو الدخان البائع يجلس على الأرض في انتظار الزبائن يبدو أن رائحة السمك لذيذة سأل الرجل البائع لو سمحت كم سعر السمكة الواحدة؟ رد البائع سعرها عشرون ريالاً قال الرجل قال الرجل حسناً أريد سمكة واحدة من فضلك وأريد الأرز أيضاً أريد أرز لشخصين شخص واحد شخصين أجاب البائع كما تريد بدأ البائع بتحضير الطلب في البداية قام بتغليف السمكة المشوية بورق الجريدة البائع يغلف السمكة بالجريدة هذه هي الجريدة ثم وضعها في كيس مع بعض الخضار مثل الملفوف والخيار وأضاف صلصة لونها أخضر ربما تكون صلصة فلفل حارة وضع البائع الطلب داخل الكيس الكبير داخل الحقيبة الكبيرة هل تحبون الفلفل الحار؟ قال الرجل ها هي نقودك دفع الرجل الحساب نقداً واستلم البائع نقوده عاد الرجل إلى منزله أخيراً وهو سعيد بعد إحضار وجبة الغداء اللذيذة وهو يحمل الحقيبة المليئة بالطعام هذا هو مدخل المنزل وعاء النباتات فرش الرجل البساط على الأرض هذا هو البساط وأحضرت زوجته أطباق الطعام هذه هي الأطباق بدأوا بترتيب مائدة الطعام هذه ثلاثة أطباق متوسطة الحجم وضع الرجل السمكة المشوية على الطبق الكبير السمكة لا زالت ساخنة ثم سكب الصلصة الحارة على وعاء صغير تبدو الزوجة سعيدة بالطعام يوجد أربعة أطباق على البساط طبق ملفوف طبق خيار وطبق السمكة المشوية الكبير وطبق فارغ ثلاثة ملاعق وشوكة واحدة الرجل وزوجته يأكلان الطعام على الأرض هما لا يأكلان الطعام على الطاولة أخيراً أخرج الأرز من الكيس ووضعه على الطبق يقطع الرجل السمكة المشوية بالشوكة والملعقة يأكل الرجل الخيار الأخضر اللذيذ أنهى الرجل طعامه وأنهت المرأة طعامها هما أنهيا طعامهما وشعراء بالشبع والرضاء الآن وقت الأسئلة السؤال الأول إلى أين كان الرجل ذاهباً؟ إلى العمل إلى المدرسة إلى المنزل إلى المنزل السؤال الثاني هل اشترى سمكة مشوية أم سمكة مقلية؟ اشترى سمكة مشوية هذا هو الشواء وهذا هو القلي سمكة مشوية سمكة مقلية كم سعر السمكة المشوية؟ أربعون عشرون أم عشرة سعرها عشرون ريالاً من أين اشترى السمكة؟ من البائع المتجول من سوق السمك اشتراها من البائع المتجول هل أكل الرجل وزوجته على الطاولة؟ أم على الأرض؟ هما أكلا على الأرض هذا هو نهاية هذا الفيديو أتمنى أنه أعجبكم لمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعم ونشر هذه القناة شكراً مع السلامة شكراً 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 شكراً